مدولي يتابع موقف المشروعات الجديدة داخل المنطقة الصناعية الصينية ويترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار ضحايا زلزال المغرب تقترب من 2500 حالة وفاوة فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين جدد العاصفة دانيال تتسبب في مصر 150 ليبيا في درنة وليبيا تعلن الحداد وتعتبر بلدات العاصفة مناطق منكوبة السادسة مساء بتوقيت القهرة الثالثة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع غينيا الاستوائية والدفع بها قدما نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم مصالح البلدين وشعبهما وخلال اللقاء رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية تريزا إيفونسانج شدد رئيس مجلس النواب على همية تطوير وتعزيز التعاون البرلمانية بين البلدين وتبادل الخبرات التشريعية داعيا إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري من جانبها أكدت رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة غينيا الاستوائية في تعزيزها استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية والوفد المرافق لها وخلال اللقاء أشهد رئيس مجلس الشيوخ بعمق العلاقات بين البلدين مؤكدا أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين لدعم التعاون الثنائي من جانبها أكدت رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية أن زيارتها لمصر تهدف إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين والاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في الحياة النيابية هذا وقام الجانبان بتوقيع مذاكرة تعاون بين مجلسي الشيوخ بالبلدين كما وفقا على إنشاء جمعية صداقة بين المجلسين عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مددول اجتماعا لمتابعة مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية وأكد رئيس الوزراء على أن الهدف من الاجتماعات هو إجراء أكبر قدر ممكن من المناقشات المعمقة من أجل التوصل لأفضل الحلول والنتائج التي تحفظ الطراث والنسيج المميز للمنطقة وتسهل الحركة المرورية كما تم استعراض تفاصيل المقترحات التي تحقق أغراض التطوير المشار إليه ووجه رئيس الوزراء في هذا الإطار بعقد اجتماع آخر بين الفنيين والمختصين للاستقرار على المخطط النهائي والذي يفي بأغراض الحفاظ على الأماكن الأثرية والتراثية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء رغبة عدد كبير من الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر حيث أشار مدبولي لأن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافزي الاستثمار التي تمنحها مصر وكذا استغلال حجم السوق الكبير المتاح للتصدير إلى الدول وتكتلات التي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بدراسة الطلبات التي وردت من الشركات الصينية واحتياجتها المختلفة من مواد خام وطاقة حتى يتسنى المضي قدما في تعزيز الشراكة مع الجانب الصينية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العقاد المنتدى القومية للاستثمار خلال النصف الأول من العام القادم يأتي تأكيدا لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال ترأسي لاجتماع اللجنة الوزرية العليا لتنظيم المنتدى القومية للاستثمار أوضح مدبولي أن تنظيم هذا المنتدى كان من ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح سيسي في أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وذلك في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أنه تم تسليم رخصة الذهبية لأربع شركات ليصل عدد الشركات الحاصلة على رخصة الذهبية إلى 22 شركة مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة وشركات وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم التنويه إلى قيم الهيئة العامة للاستثمار بتسليم يقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاف لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاف وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة بروتوكل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذو الإعاقة وذلك في إطار الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة وقال المستشار وليد حمزة أن الهدف من توقيع البروتوكل هو الحصول على قاعدة بيانات ذو الهمم حتى يتسنى للهيئة الوطنية توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية ويسهل عليهم الدخول والخروج من اللجان لفتا إلى أن الوزارة ستوفر طريقة برايل في عملية التصويت للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في العملية الانتخابية نحن في ثلاثتنا بنوقع بروتوكول شايفينه مهمتنا الأساسية ومسؤولياتنا الأساسية كجهات حكومية تدعم العملية الانتخابية بكل قوة وكفاءة وشفافية عشان نقدر نوسع أكبر قدر ممكن من القاعدة الانتخابية حق التصويت وحق الانتخاب مكفول للجميع بما يشمل للأشخاص ذوي الأعاقة دون أي تمييز ضدهم وهذا ما يتطفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان البروتوكول بيمثل إن شاء الله أحد الأدوار للمفروض الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بيها بشأن مساعدة زوي الهمم وبإذن الله لازم يعرفوا أنه لهم حقوق تصويتية ودستورية يقوموا بيها إن شاء الله على أكمل وقت نحن النهاردة نهتم جدا بالتمكين السياسي والحق السياسي فالحقيقة أنا سعيدة جدا أننا هذا البروتوكول سوف يعمل على هذا التمكين من خلال الفترة القادمة في الانتخابات الرئاسية والتواصل مع الأشخاص ذوي الأعاقة وغرفة العمليات التي تقوم بيها في المجلس وأكيد بمتابعة عملية الانتخابات بإذن الله وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجماعات المصرية يهدف البروتوكول لتحقيق أقصى درغات التعاون المثمر في شتى المجلات وتعظيم أو التعاون البحثي المشترك بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ وتبادل الاستشارات الفنية ودراسات البحثية في مختلف المجلات العلمية وقاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن الصيبرانية وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم في مواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجلات العملية والبحثية أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد لتوفير كافة أنواع السلع والخدمات بالإضافة إلى المستلزمات المدرسية وبتخفيضات تصل إلى 40% كما قامت منظمة أمان بترحي عبوات غذائية بتخفيضات 50% أطلقت وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس الجمهورية مرحلة جديدة من مراحل مبادرة كلنا واحد وهي المرحلة الرابعة والعشرون والتي تتزامن مع قرب حلول العام الدراسي الجديد وتهدف الوزارة من هذه المرحلة إلى الاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية إضافة إلى المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 40% تخفيفا عن كاهل المواطنين ومن منطلق تفعيل الدور الاجتماعي في المنظومة الأمنية بنشكر سيد رئيس الجمهورية بنشكر وزارة الداخلية على الدعم اللي عاملها ومقدماه للجمهور بمناسبة موسم العودة للمدارس وذلك التسهيل على المواطنين بتوفير البضايع بأسعار مخفضة سواء البضايع المدرسية أو الملابس المدرسية حتى البضايع الاستراتيجية كمان متوفرة وبأسعار مناسبة وبأسعار مخفضة وبكميات وفيرة كل حاجة في مبادرة كلنا واحد متوفرة الحمد لله بأسعار وجودة عالية نشكر استعاد الرئيس بشكل جزير جدا على وقاته معينا وعلى المبادرة اللي عاملها لنا ومتشكرين جدا لحضرتك وربنا يخديك لنا يا رئيس كشهت هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من السلاسل التجارية وكبار الموردين وأصحاب المصانع والمكتبات الكبرى كل هذه الكيانات توفر منتجاتها عبر 1513 منفذا على مستوى الجمهورية فضلا عن ست معارض رئيسية و37 معارضا فرعيا تهدف إلى تحقيق الوفرة في المعروض بالأسعار المخفضة وتيسيرا على المواطنين في الوصول إليها أتحت الوزارة أسماء وعناوين الكيانات المشاركة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كان لنا كل الفخر والشرف أن نحن نبقى داعمين ومساهمين بمنتجاتنا في المبادرة اللي وصلت التخفيضات فيها الأكتر من 40% واللي قدت بصورة كبيرة جدا وبشكل ملحوظ في منافسة المنتجات الأخرى ديسي رابع سنالية مع وزارة الداخلية وفي مبادرة كلنا واحد أن أنا بشارك فيها طبعا فيه إقبال كسيف طبعا عن المواطنين لأن زي ما أنت حضراك عارف المواطن طبعا بيحب الجودة حلوة وإحنا الجودات اللي نازلة هنا من الكاشاكيل والشنط والكاراريس جودة عالية جدا وصناعة مصرية وبتخفيض 40% مبادرة كلنا واحد دي بصراحة أنا بستنها من سيادة الرئيس لما بتبقى موجودة احنا بننزل بنشوف السلعة اللي إحنا محتاجينها هوات سلعة للستراتيجية بصراحة بتبقى سعارها أقل من بره بكتير جدا سيادة الرئيس بصراحة اللي بيعملوا معانا في المبادرات دي يعني إحنا بيوفر علينا مصاريف كتير جدا فجأة الأسعار جميلة جدا نحامات حلوة المنتجات حلوة شكرا وربنا نخليك لنا يا رئيس وربنا يجعله عام موفق لنا جميعا إن شاء الله لما بخش الأماكن اللي بتوقع موجودة فيها المبادرة بتاع كلنا واحد بلاقي فيه توفير أكتر في الأسعار وفي الكميات عن الفراع اللي بره إحنا مصر ومصر إحنا بكل صار والحكاية مستمرة من سنين كل واحد فينا شرطة ولا شعب حبها في قلبنا بعد الدين دين منذ اللحظة الأولى لانطلاق المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة كلنا واحد في السابع من الشهر الجاري والإقبال كبير من قبل المواطنين على شراء كافة احتياجاتهم بخاصة من المستلزمات المدرسية مستفيدين من فارق الأسعار التي أتاحتها المبادرة لهم في هذا التوقيت لقينا أسعار الأدوات المدرسية كويسة أحسن من بره بكتير وأرخص نقول للرئيس شكرا على المبادرة التي حضرتها تعملها لنا وبتسعيدنا لأسعار أحسن من بره بكتير وفارقت معي فيه طبعاً ووفرت معي في جيبي لما نجي نلاقي نهاية اخطوضات 30 و40 في المية عن الأسواق بره فطبعاً ده عامل فارق بير وعمل مساعدة وعون نينا أحب أقول للرئيس شكرا على المبادرات والإنجازات اللي بتحاول تعملها لنا أحب أشكر طبعاً الرئيس على المبادرة دي نهاية المفيدة ليا والناس كتير وجاية في وقتها المناسب ومع انطلاق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية عبر 1026 منفذاً سابتاً ومتحركاً تابعة لها على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة وهي موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت كما تقوم المنظومة بطلح عبوات تحتوي على سلع غذائية أساسية لبيعها للمواطنين من نسبة تخفيض 50% هنا منفذ أمان على طول إحنا بنجي نتشوق من عندهم هنا الأسعار دائتهم مخفضة وكويسة ولقينا منزلين عرض مبادرة السيد الرئيس السيسي كرتول النهاردة والله محتواتها كويسة تفرق معنا في الأسعار كميات كويسة وأسعار كويسة تفرق معنا في ظروف المعيشة تستمر وزارة الداخلية عبر مبادرة كلنا واحد في كل مراحلها في دعم ومساندة الأسر المصرية لتخفيف الأعباء عنهم بخاصة في المناسبات المختلفة كبداية العام الدراسي الجديد تفرق معنا في المناسبات المختلفة كبداية العام الدراسي الجديد المصري أن مصر أكدت موقفها المساند والدعم للمغرب على أعلى مستوى من خلال رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشعب المغربي الشقيق وللملك محمد السادس وهو الأمر الذي تلقاه الجانب المغربي بالكثير من التقدير وفيما يتعلق بأحوال الجالية المصرية المقيمة بالمملكة أوضح السفير أنه تم تشكيل خلية أزمة بالسفارة تتولى متابعة أحوال المصريين في المغرب والتعرف على أوضاعهم في المناطق المختلفة ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر والذي ضرب المغرب الجمعة الماضية إلى 2681 وفاء على الأقل فضلا عن أكثر من 2500 مصاب وذلك وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية هذا يسابق رجال الإنقاذ المغرب الزمن بدعم من فرق أجنبي للأثور على ناجينة وتقديم المساعدة لمئات المشردين لا يزال الأمل باقيا في العصور على ناجينة رغم دخول عمليات الإنقاذ يومها الثالث جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضية المملكة المغربية أعلنت الاستجابة لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات لمواجهة تداعيات الزلزال كما أعلنت دول عدة بينها فرنسا والولايات المتحدة استعدادها لتقديم المساعدة وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية يعمل المسعفون والمتطوعون وأفراد من القوات المسلحة من أجل العصور على ناجينة وانتشال جسس من تحت الأنقاذ خاصة في قرى إقليم الحوز مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية في وسط المملكة وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز الذي يمتد في معظمه على جبال الأطلس الكبير محتضنا العديد من القرى النائية وسط تداريس وعرى ومعظم بيوتها تقليدية لا تتضمن شروط مقاومة الزلازل وإضافة إلى الحصيلة البشرية والدمار أثار الزلزال خشية على مصر مواقع تاريخية خصوصا في مراكش حيث تعرضت المدينة القديمة ومواقعها المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمية إلى أضرار بسبب الزلزال وفي مواجهة لحجم الضمار تشهد مدينة مراكش حملات تضامن مع المتضررين والجرحة خصوصا لجهة التبرع بالدم حيث أقبل العديد من سكان المدينة إلى المستشفيات للمساعدة بينما قام آخرون بجمع مساعدات غذائية الزلزال الذي وقع بقوة سبع درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقنية هو الأقوى في تاريخ المغرب على الإطلاق أعربت مصر عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة إثر العاصفة دنيال وما أصفرت عنه من سيول دربت البلاد مؤخرا ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين هذا وقدمت مصر في بيان رسميا صادر عن وزارة الخارجية صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم وأعربت عن تمنيتها بالشفاء العاجل للمصابين ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اكتاحت مدينة دارناوى وحدها إلى أكثر من ألف وفاة وألاف المفقودين وقالت سلطات الليبية أن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الألاف من سكانها مشيرة إلى أن الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا هذا وأعلن المجلس الرئاسي الليبي الحداد ثلاثة أيام في كل أنحاء البلاد على ضحايا العاصفة وأعلان البلديات التي تعرضت للكارثة مناطق منكوبة وكانت العاصفة دانيال قد اكتاحت شرق ليبيا قادمة من البحر المتوسط وأعلنت السلطات الليبية حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول يأتي ذلك بعدما أفادت هيئة السلامة الوطنية في دارنا الليبية بأن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة وأن كل مداخلها مغلقة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الرمال المثارة على مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية في سيوى ومطروح والعلمين والأسكندرية يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفوقية أضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة القبرى مع تقدم الوقت كما تتكون السحب المنخافضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة تكون رعضية أحيانا كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد ليوم أو اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط مثير للرياح والرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد للمزيد من المتابعة والتحليل حول الأوضاع وحول هذا الأمر تنضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة إيمان بعد التحية هناك يعني أحاديث كثيرة وبيان صدر عن الهيئة أشار هذا البيان إلى تعرض الكثير من المناطق لعدم الاستقرار كيف يمكن نقرأ هذه الصورة خاصة بعد ما يمكن أن يسمى بتغير في الظواهر الطبيعية في الدول المجاورة أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بكل أستاذ المشاهدين بالفعل بدأ تأثير المحافظ الجوي دانيال الذي أثر على العديد من الدول الإسبوع الماضي اليونان وتركيا ومتبدل يشمل ليبيا أمس وأول أمس وأثر بأمطار غزيرة وأدت لفيضانات في بعض المناطق وارتبعت سرعات الرياح مع هذا المحافظ بدأ هذا المحافظ يؤثر على الحدود الغربية لجمهورية مصر العربية اليوم وبدأ بأمطار على مناطق من سيوى والسلوم ومطروح أيضا تأثرت البلاد وخاصة مناطق الغربية بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المحملة بالرينال والأتربة وصلت الرؤية الأفقية على منطقة السلوم والسيوى إلى 500 متر تقريبا انتبت الرينال والأتربة المطارة لتشمل المناطق الداخلية أثرت على محافظات الوجه البحري وأيضا القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد الساعات القادمة إن شاء الله مازال مستمر تأثير الرياح المحملة بالأتربة على هذه المناطق ويمتد غدا لمناطق من شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وأيضا مدن القناة طبعا هذه المناطق أيضا مستمرة بإفقاد الرؤية الأفقية نظرا للرياح المحملة بالأتربة أما بالنسبة للأمطار فمزالة الأمطار متوقعة على السوحل الشمالية تمتد مساء اليوم إن شاء الله لمحافظات الأسكندرية ومحافظات وجه البحري غدا تمتد أمطار على مناطق من شمال وجه البحري وجنوب الوجه البحري أقل حدة وتصل مساء غدا إلى القاهرة الكبرى أمطار خفيفة إن شاء الله طب دكتور إيمان هل من نصائح نقدمها للمواطنين أو من يكونون على طرق السفر وهل هناك علاقة ما بين كثرة الزلازل والتغيرات والظواهر الطبيعية بكل هذه الأمور لا الزلازل طبعا ما لها علاقة خالص بالمحافظات الجوية اللي بتأثر علينا لكن طبعا ورد طبعا إن يكون في بعض المناطق لما بيحصل فيها الزلازل لما تكون قريبة من المحيطات ده ممكن يؤذي لتصناني اللي هي بيكون في ارتفاع فأمواج عالية لكن ده مش في المنطقة بتاعتنا لأن احنا بنطل على بحار مغلقة ولا نطل على أي محيطات الحمد لله أما بالنسبة للنصائح فطبعا نصحتنا لكل أسادة المشاهدين المناطق الغربية منطقة مطروح والسلوم والسيوة الكيادة تكون بهدوء تماما نظرا لانخفاض الرؤية بسبب الرمال والأتربة المصارى وأيضا لكميات الأنطار اللي ممكن تغذر على بعض المناطق خلال أسعاد القادمة أيضا بالنسبة لباقي محافظات الجمهورية بننصح أيضا بالكيادة بيدوء ومتابعة المشارات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الهيئة لأن طبعا لو في أي تحديث بيتم إزاره فورا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية كل الشكر والتقدير ديفتي الكريمة دكتورة إيمان شاكر مديرة مركز للساشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية شكرا جزيلا لحضرتك أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان مع رئيس الإرتري أسياس أفورقي مباحثات مشتركة في العاصمة الأسمراء تضمنت مجرات وتطورات الأوضاع في السودان إلى جانب مصار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطورها أوضح مجلس السيادة الانتقالي أن مباحثات الجانبين تناولت دعم أفاق التعاون المشترك بين البلدين مشيدا بمواقف الرئيس الإرتري الداعمة للسودان في المحافل الإقلمية والدولية التي عبر عنها من خلال مشاركته في أعمال قمة دول جوار السودان التي عقدت بالقاهرة وكذلك في قمة دول الإيجادة التي استضفتها جيبوتي مؤخرا أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أن أكثر من ستين مسلحا من عناصر حركة الشباب الإرهابية قتلوا في صد هجوم على قاعدة عسكرية رئيسة في منطقة تشبيل السفلة الجنوبية وقال مسؤول في منطقة تشبيل إن المسلحين استخدموا متفجرات في مهاجمة القاعدة وهاجموا البلدة من اتجاهين الشمال والغرب فيما استمر القتال قرابة ساعتين دعا مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكش تورك إلى تحقيق دولي في انفجار ميناء بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس عام 2020 وقال تورك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه بعد ثلاثة أعوام من انفجار ميناء بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وتسبب بإصابة أكثر من سبعة ألاف بينهم أكثر من ألف طفل لم تتم أي مساءلة أضف تورك أن هناك مخاوف عديدة أثيرت بشأن تدخلات في التحقيق على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية حادة وحكومة ضعيفة تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزائي للأشقاء في ليبيا في ضحايا العصفة والتي ضربت البلاد وعبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا مع الأشقاء في ليبيا في مصابهم الأليم وأعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدة الليبيين إلى تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت المزيد من الأراضي على الجباتين الشرقية والجنوبية في إطار هجومها المضاد على القوات الروسية وقالت هنا مليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية استعادت قرابة كيلو مترين مربعين من الأراضي الأسبوع الماضي في محيط مدينة بخموت وأضافت مليار أن قوات الأوكرانية استعادت 49 كيلو مترا مربعا بالقرب من بخموت منذ بدء هجومها المضاد قبل ثلاثة أشهر أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن قوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منصات بحرية للتنقيب عن الغاز والنفط قرب شبه جزيرة القرم أوضحت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن استعادة السيطرة على منصات التنقيب تمثل أهمية استراتيجية مشيرة إلى أن روسيا فقدت القدرة على استخدامها لأغراض عسكرية أعلنت روسيا أن أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقة بيلجرود على الحدود مع أوكرانيا دون أن يتسبب ذلك في إصابات وتقع منطقة بيلجرود في غرب روسيا على الحدود مع خاركياف على الجانب الأوكرانية وتتعرض المنطقة لهجمات متتالية من أوكرانيا منذ عدة شهور ترجمة نانسي قنقر تحاول رئيسة الوزراء الإيطالية جورج ياميلوني ضبط الإنفاق في ميزانية العام 2024 بسبب معاناة البلاد من محدودية الموارد أقرت الحكومة بأنها مش المناورة في هذا المجال ضيق للغاية بعد أن سجلت العائدات الضربية انخفاضا في ظل اقتصاد متباطئ بعد مرورها بالعديد من الأزمات الاقتصادية بدءا من أزمة كورونا ووصولا لأسعار الطاقة المرتفعة والتضخم تحاول رئيسة الوزراء الإيطالية جورج ياميلوني ضبط الإنفاق في ميزانية عام 2024 بسبب معاناةها من محدودية الموارد الحكومة أقرت بأنها مش المناورة في هذا المجال ضيق للغاية بعد أن سجلت العائدات الضريبية انخفاضا في ظل اقتصاد متباطئ مما يرجح أن تكون هناك زيادة إضافية في العجز المالي ولتعزيز إرادات الخزينة العامة ألغت الحكومة ما يسمى بدخل الموطنة وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستدلتها بمعونة اجتماعية محدودة النطاق وفرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح المصارف كما فتحت الباب أمام عمليات خصخصة جديدة كذلك أرجأت الحكومة إلى أجل غير مسمى وعدها الانتخابية باعتماد ضريبة سابتة بنسبة 15% على الموظفين رغم استفادة رجال الأعمال منها حاليا وكان الانخفاض المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالية بنسبة 4 من 10% في الربع الثاني إضافة إلى تأخر الاتحاد الأوروبي في تسليم الأموال المخصصة لإنعاش اقتصادات الدول الأعضاء بعد جائحة كورونا أثر وبشكل كبير على الخزينة العامة لإيطاليا وتواجه حكومة ميلوني ضغوطا مالية مماثلة لما شهدته الحكومات السابقة وخصوصا في ظل تحمل عبء أعلى مستوى للدين في منطقة اليورو باستثناء اليونان حيث سجلت نسبة الدين 144% من إجمالي الناتج المحلي خفضت المفوضيت الأوروبية توقعتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعامي 2023-2024 وتوقعت المفوضيت أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 4 من 10% عام 2023 مقارنة مع توقع سابق بنمو نسبته 2 من 10% هذا وتعاني ألمانيا من أكود في قطاعها الصناعي الضخم وأداء باهت لصدرتها علما بأن للقطاعين تأثيرات بالغة على الاقتصاد بكامله تراجع مؤشر مديري المشاريات لدبي صادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز إلى أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي ليصل إلى 55 نقطة في أغسطس مقابل 55.7 سجلها في يوليو وتراجع المؤشر خلال أغسطس بسبب تراجع النشاط بشكل رئيسي حيث أشارت ستاندرد أند بورز إلى توسع الإنتاج بأبطأ معدل منذ سبعة أشهر رغم ذلك تشير القراءة إلى تحسن قوي في ظروف العمل كونها مبتعدة بشكل كبير عن المستوى الفاصل ما بين النمو والانكماش وعند خمسين نقطة ما زالت أخبار السادسات تتواصل مع حضرتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها الكريملين يكشف عن لقاء قريب بين بوتن والزعيم الكوري الشمالية أعلن الكريملين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ آن سيزور روسيا قريبا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وأضح الكريملين أن كيم سيزور روسيا في الأيام المقبلة بدعوة من بوتن في حين ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيمين سيلتقيان لبحث العديد من الموضوعات المشترقة ويقول مسؤولون أمريكيون أن الزعيمين سينقشان صفقات أسلحة محتملة لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا إلى جانب تزويد كوريا الشمالية بمساعدات اقتصادية بدأت اليوم في أرمينيا منورات المشتركة التصديفة بريفان مع قوات حفظ السلام الأمريكية تهدف هذه المناورات إلى زيادة مستوى قابلية التشغيل البيني بين القوات الأرمينية والأمريكية في مهام حفظ السلام الدولية وتنظر موسكو باستياء إلى هذه المناورات حيث استدعت يوم الجمعة الماضية السفير أرمينيا بهذا الإجراء ونددت به بهذا الإجراء غير الودي تتواصل فعليات التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا وأستراليا والقوات المتحالفة الأخرى في جزيرة جاوة الإندونسية تستمر التدريبات العسكرية المعروفة باسم جارودا شيلد لمدة أسبوعين على ساحل مقاطعة الجاوة الشرقية متضمنة تدريبات بالدخيرة الحية وتجرى التدريبات بين الجنود الأمريكيين والإندونسيين وحلفائهم منذ عام 2009 وتعمل الإدارة الأمريكية على تعزيز قوس من التحالفات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتمأنة الحلفاء بشأن التحركات العسكرية للصين اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إلى فتنام والتقى بمسؤولين حكومين وقادة أعمال فتناميين وصلت الضوء على الصفقات والشراكات الجديدة بين البلدين والتقى برئيس الوزراء فامينا شيناء والذي رفقه أيضا إلى اجتماع سريع مع قادة الأعمال في وقت تشهد فيه منطقة بحر الصين الجنوبي توترات على عدة محاور يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالزيارة إلى فيتنام في إطار محاولات واشنطن لتعزيز تواجدها في المنطقة ومواجهة نفوذ الصين المتصاعد زيارة بايدن جاءت في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات التجارية والاستثمارية السنائية نموا متزايدا ويحتدم النزاع الطويل الأمد في المنطقة بين فيتنام والصين بخصوص بحر الصين الجنوبي الرئيس الأمريكي اجتمع مع زعيم الحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام نوغوين فوترونج حيث حذر في بيان من التهديد أو استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد توترات متصاعدة مع بكين وأكد دعمهم الراسخ للحل السلمي للخلافات وفق القانون الدولي بكين تطالب بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنويا متجاهلة قرارا صادرا من محكمة دولية في عام 2016 نص على أنه لا أساس قانونيا لموقفها وعلى الجانب الآخر تطالب فيتنام وكذلك الفلبين وماليزيا وبرونايا بأجزاء من هذه المنطقة البحرية مما يسير توترات وحوادث متواصلة واشنطن من جانبها أكدت التزامها بمواصلة دعم فيتنام في تنمية قدراتها على الدفاع الذاتية في وقت تتصاعد فيه التوترات بالمنطقة وعلى الصعيد الاقتصادي أبرم الرئيس الأمريكي خلال الزيارة اتفاقات هامة مع فيتنام تتعلق بأشباه الموصلات والمعادن في الوقت الذي رفعت فيه الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا الولايات المتحدة إلى أرفع مكانة دبلوماسية إلى جانب الصين وروسيا تحيي الولايات المتحدة اليوم الذكرى السنوية الثانية والعشرين لهجمة الحادي عشر من سبتمبر عام الفين وواحد وأضيئت سماء المكان الذي تواجد فيه سابقا بورجا مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك من خلال عرض ضوئي سنوي يمكن رؤيته على بعد أميال تخليدا لأرواح ضحايا الحادث إثنان وعشرون عاما مروا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر والتي استهدفت مراكز حيوية وسيادية في الولايات المتحدة الأمريكية راح ضحيتها الألاف والتي كانت نقطة بداية للحرب الأمريكية على الإرهاب الذي كان مركزه تنظيم القاعد الإرهابي في أفغانستان هجمات الحادي عشر من سبتمبر وقعت بعد اختطاف أربع طائرات نقل مدني بواسطة أفراد يتبعون لجماعة القاعدة الإرهابية تم توجيه الطائرات لتصطدم بأهداف محددة في الولايات المتحدة بما في ذلك ناطحة سحاب في الحي المالي في منهاتن استهدافت إحدى الطائرات مبنى البنتاجون مقر وزارة الدفاع الأمريكية فيما تحطمت أخرى في حقل في ولاية بنسلفانيا بعد أن استعاد الركاب السيطرة عليها من يد الخاطفين تدمير مركز التجارة العالمية والهياك الأساسية المجورة أضر اقتصاد مدينة نيرق بصورة حادة وكان ذو أثر كبير على الأسواق العالمية وتم إغلاق المجال الجوية أمام الطائرات المدنية الأمريكية والكندية حتى الثالث عشر من سبتمبر هذا اليوم العصيب الذي شهدته الولايات المتحدة كان له تداعياته التي غيرت بالتأكيد ملامح السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبطبيعة الحال بدأت حرب الولايات المتحدة على الإرهاب من أفغانستان فبعد أقل من شهر على الهجمات أعلن الرئيس الأمريكي حينها جورجي دابليو بوش عملية غزو أفغانستان بدعم من تحالف دولي للقضاء على تنظيم القاعدة بعد عشرين عاما من الوجود العسكري في أفغانستان اختارت الإدارة الأمريكية ذكرى يوم الهجمات ذاته الحادي عشر من سبتمبر موعدا رمزيا للانسحاب الكامل في عام 2021 صدم الانسحاب الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة بعدما انهارت في أسابيع القوات الأفغانية التي دربها الغرب ليؤكد الكثيرون أن الحرب الأمريكية على الإرهاب لم تثني التنظيمات الإرهابية حول العالم عن مخططتها الإرهابية بالعودة إلى هذا الخبر العاجل والذي تقدم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء للأشقاء في ليبيا الشقيقة في ضحايا العاصفة والتي ضربت البلاد عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي عن خالص تعازي وأكد على تضامن مصر الكامل حكومة وشعبا مع الأشقاء في ليبيا في مصابهم الأليم وعرب سيادته عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدة الليبيين في هذا الإطار أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة وللأجهزة المعنية بالدولة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا وفي المغرب الشقيق نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن إصدار مجلس الوزراء قرارا بفرض رسوم بقيمة ألف دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم وشدد المركز على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر بخلاف الرسوم السرية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول موضحا أن القرار الخاص بتحصيل الرسوم بقيمة ألف دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض للسياحة وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا أطلق التحالف قافلة طبية في حلوان شملت خمسة تخصصات طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية المختلفة لهم أيضا وبالمجان جهود متواصلة لا تتوقف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم كل الخدمات المختلفة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا حيث تجددت هذه المرة بإطلاق القافلة الطبية بحلوان القافلة شملت خمسة تخصصات طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية المختلفة لهم بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين كنا بنشتغل تحت مظالة التحالف الوطني احنا كراعي مصر النهاردة داخلين القافلة متواجدين في القافلة في منشية جمال عبد الناصر التابعة لمنطقة حلوان معنا حوالي ستة تخصصات معنا رمض معنا عظام معنا جلدية معنا بطنة معنا نسة بالعلاج بتاع كل تخصص يعني احنا عدد مشاركين في قافلة التحالف الوطني في منطقة حلوان من خلال خمسين متطوع بنشيك في تنظيم القافلة بداية المستفيد ان هو داخل من العلبوابة مرورا بالشادر مرورا ان هو يدخل للعيادة او ان هو يكون بسلم الكرتون الهدف الاساسي ان احنا بنوصل على اهلنا بنكشف على المرضى العظام تمام في العيادة بنعمل فحص بنشوف المريض محتاج حاجة لو فيه اشعات او تحاليل بنكتبها للمريض تمام والمرض بيتابع معنا سواء بيجيب لنا التحاليل او لشعات في مكان احنا بنحدده تابع المؤسسة تمام او بيتوصل معنا مثلا على التليفون عن طريق الواتساب ولا حاجة تمام بنصرف ادوية للمرضى احنا النهاردة بنشارك في القافلة التبية في منطقة حلوان معنا عيادة عزام عيادة نسع عيادة رمض عيادة جلدية عيادة اطفال عيادة بطنة القافلة التبية بحلوان شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين الذين اشادوا بجهود التحالف الوطني وتقديم الخدمات المختلفة لهم والعمل على تلبية متطلباتهم المعيشية وتقديم خدمة صحية متكاملة هنا التنسيق زي الفل الاعدين على الكمبيوتر تسجيل خدمة الالكترونية زيهم زي التأمين بتنظيم دور صف حريم صف رجالة التنظيم زي الفل القافلة كويسة جدا تمام يعني ربنا خليكم لينا تعبناكم معنا الدكاترة بيعودوا بيسمعوا كلام لغاية الآخر انا اقول ما جيت دخلت جبت قدمت البطاعة بتاعتي ادوني ورقة الكشفة على الرمض دخلت كشفته شي ممتاز والله جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لم تتوقف عند هذه القافلة فقط بل شملت ايضا توزيع 220 كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع مؤسسة ابو العنين لمساندة ودعم الفئات الاولى بالرعاية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية نحن نقدم ادوية لكل المرضى اللي جم كشفه النهاردة ووفر رعي مصر الاطباء نعم وبفضل تعالى احنا برضو نقدم النهاردة الكاراتين التامونية مئات الكاراتين التامونية احنا بنوزعها النهاردة تنوع الخدمات المقدمة للمواطنين هو ما يميز عمل التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي والذي ياتي ترجمة للتعاون الذي يتم بين منظومة عمل التحالف ومؤسسات الدولة كافة بتواجدهم في جميع المحافظات للتخفيف عن المواطنين محمود جميل التلفزيون المصري شاهدينها والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال في هذه الجولة أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة تستعرضها لنا الزميلة شروق عمال الدين شكرا لكم مصطفى وفاتيمة أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأكدت وزيرة التخطيط هالا السعيد أن مصر تولي اهتماما بالغا بالمشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة كما أكدت الوزيرة حرص مصر على أن تكون لها مشاركة قوية وفاعلة في القمة للتعبير عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي إزاء موضوعات التنمية المستدامة نهج الدولة المصرية دايما هو نهج تشاركي دايما الحكومة تتشور مع قطاع الخاص والمجتمع المدني الأكاديميين ممثلي المجالس النيابية كله كان حاضر النهاردة بالإضافة للشباب والمرأة زي محاكوا شفتوا ده الهدف منه نحن بنستعرض جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة وبنقول إيه اللي إحنا مصر هتقدمه في قمة أهداف التنمية المستدامة لأن السنة دي هي في منتصف المدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولذلك فنحن سعداء جدا ونقدر جدا أن الحكومة المصرية ومصر ككل كبلد بشكل عام تلتزم بأهداف التنمية المستدامة رغم كل الظروف الصعبة التي تواجه العالم والأزمات التي تواجه المنطقة والعالم أثر كوفيد-19 أثر الصراعات والحروب والأزمات في العالم وأثر اقتصادي الناتج عن هذه الصراعات على الاقتصاد العالمي إلا أن مصر لا تزال ملتزمة ولذلك فإن مصر والحكومة المصرية ستقدم التزاماتها بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة في القمة الخاصة بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق المل أهمية الاستمرار في تطبيق أحدث التكنولوجيات على نطاق واسع في عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز والاستمرار أيضا في زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصرفات جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جابكو لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022-2023 حيث أشد المل بالنتائج التي حققتها الشركة ونجاحها في زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التي واجهتها من خلال التعاون والتكامل مع شركائها مشيرا إلى أهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج في أسواق البترول العالمية انخفض خامو برينت 49 سنتا أو ما يعادل 5 من 10% إلى 90 و 16 من 100 دولار للبرميل بينما سجل خامو غرب تكسس الوسيط الأمريكي 86 و 77 من 100 دولار للبرميل منخفضا 74 سنتا أو 9 من 10 بالمئة كما ارتفعت أسعار المزد عالميا بنسبة 61 من 10 بالمئة لتصل إلى 3 و 13 دولار للتر هذا وانخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 31 من 100 بالمئة لتسجل 62 من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وقعت السعودية والهند أكثر من 50 اتفاقية في منتدى الاستثمار الذي عقد برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي دارندرا مودي وأوضحت وزارة الاستثمار السعودية أن الاتفاقات تشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والكيمويات والطاقة والصناعات المتقدمة ذكر البنك المركزي التركي أن فائد الحساب الجاري لتركيا تحول إلى عجز قدره 45 من 10 مليار دولار في يوليو كان الحساب الجاري لتركيا قد سجل فائد قدره 651 مليون دولار في يونيو وفي عام 2022 بلغ عجز الحساب الجاري 48.7 مليار دولار تهت جولتنا الاقتصادية لنشرة السادسة وعودة من جديد إليكم فاطمة خرين ومصطفى ميزار شكرا لك يسروق عمال الدين تحل اليوم ذكرى ميلاد مايسترو الكرة الكابتن صالح سليم أحد أبرز أساطير الكرة المصرية والذي ولد عام 1930 وانضم لمتخب مصر لكرة القدم عام 1950 شارك صالح سليم في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية من خلال مجموعة من الأفلام المميزة منها الشموع السوداء والسبع بنات وتوفيها في السادس من مايو من عام 2002 موسيقى رحم الله الميسترو والأسطورة صالح سليم وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة السادسة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم عنوية مدبولي يتبع موقف المشروعات الجديدة داخل المنطقة الصناعية الصينية ويترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار موسيقى حصيلة ضحايا زلزال المغرب تقترب من 2500 حالة وفاة وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين جدد موسيقى ارتفاع حصيلة ضحايا فيضنات ليبيا لأكثر من 2000 وفاة وألاف المفقدين وليبيا تعلن الحداد مشاهدين وصلنا يختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة شكرا لكم ودنتم في أمان الله إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة